بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت وان كافر اند ترانسفيرز رينفورسمند بنتكلم في الجزء دوت على بعض التفاصيل الانشائية اللي ممكن تقابلنا في حديد التسليح على سبيل المثال لو انا عندي موضوع الكنات احنا شايفين ده كولم الكولم دوت بيبقى فيه اسياخ الاسياخ ديت بنسميها ده الحديد الطولي اللي هو الاريا ستيل وبيبقى فيه الكنات والفايدة بتاعت الكنات ان احنا بنسبت الحديد في مكانه وإلا الحديد دوت حيبدأ يتحرك من المكان المخصص ليه طيب الفايدة بتاعته ايه برضو انه هو resist الباكلنج بتاع الستيل لان السيخ عندي طويل ممكن يحصل فيه باكلنج وبالتالي الهدف بتاع الرينفورسمنت في الحالة ديت هي مقاومة الباكلنج هنا فيه مسافات عندي المسافات ديت بنسميها الاس اللي هي بين الاسياخ وبعضيها ديت القيم بتاعت الاس وده المينمم بناخده من الثلاث قيم الموجودين دي رسمة بتوضح الاعمدة اللي عندي العمود ده حصل فيه باكلنج حصل فيه باكلنج الباكلنج دوت نتيجة ان الكنات اللي موجودة عندي عددها قليل او ممكن ما تبقى مش موجودة خالص وبالتالي حصل الباكلنج اللي هو بيؤدي الى حدوث الكراكينج لما استخدمت اللي سبايرالز اللي سبايرالز ديات بتزود مقاومة العمود لحدوث الباكلنج وبعد كده بنتكلم برضو على حاجة مهمة موجودة في كل الإليمنتز اللي هي الكافر الكافر الخرصاني سواء كان موجود في السلابز او البيمز او الكولمز الهدف بتاع الكافر ان احنا بنحمي الحديد بنحمي الستيل جينفورسمينت ان يحصل فيه عملية كوروجين في نفس الوقت انه هو بيوفر التماسك بين الستيل اند كونكريت الحاجة اللي لازم نعرفها ان الكافر ده دي بند على الاجريسيف ميديا المحيطة بالعنصر الانشائي كل ما الميديا اللي كانت محيطة بالعنصر الانشائي ضر بالخرصانة انا محتاج ازود الكافر الحاجة التانية لو انا عندي المنبر معرض الى حريق المفروض الكافر ده تيزيد بحيث انه يقدر يقاوم الحريق لعدد معين من الساعات علشان ما يحصلش ميلتنج فيه الحديد وبالتالي يحصل توتال فلير دي هات حاجات هنا بتوضح الكافر في بعض الكافر اللي موجود حوالين الحديد والهدف منه ان احنا نمنع حدوث الكروش ترجمة نانسي قنقر